في زيارة إلى مدينة تاورغاء قال رئيس الحكومة عبد الحميد تبيبا أنه عندما تقدم لهذه المهمة قطع وعدا بأن لا يدخر جهدا كي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية بحيث لا يكون هناك مشرد ولا محتاج داخل وخارج البلاد مؤكدا دعم الحكومة الكاملة لمدينة تاورغاء كي يتحقق الاستقرار فيها وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك رئيس الحكومة قال في كلمته خلال الزيارة أن مدينة تاورغاء ستشهد بداية عودة الحياة إلى مجراها وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين دعيا نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارجها إلى العودة لمدينتهم وإغلاق هذه المخيمات مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة في سبيل ذلك وفي هذا الصدد طالب عميد البلدية الحكومة بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة وجبر الضرر وصيانة البنية التحتية للمدينة مؤكدا دعمه إقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية كما وجه بإسم أهالي تاورغاء الشكر لكل من أسهم في استقبال أهالي تاورغاء والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية وخلال الزيارة قام رئيس الحكومة رفقة وزير التعليم العالي ووزير المغاصلات ووزير الدولة لشؤون المهجرين قاموا بافتتاح القاعة الدراسية بمدينة تاورغاء التابعة لجامعة مصرات رئيس الحكومة وخلال استقباله والوفد المرافق له من قبل رئيس المجلس المحلي تاورغاء وأعيان وحكماء المدينة قال إن هذه الزيارة جاءت لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار في المدينة بدوره وجه عميد بلدية تاورغاء الشكر لرئيس الحكومة والوفد المرافق له لزيارتهم المدينة كما شكر كل من عمل على الاتفاق بين بصرات وتاورغاء ووقف ضد كل من حاول أن يستغل هذا الملف في الداخل والخارج